السلام عليكم أصدقائي العزاء الزواج هو أكبر خطأ يرتكبه الإنسان أقول نحن كما يبدو لسنا بشرا بمعنى الكلمة نحن مجرد أجساد مطموعة ترك نسيج هذا العالم الشفاف بحيث أصبحنا نرى العالم بثياب أمبراطور فاخرة فهو في الحقيقة أمبراطور عالي تماما ولا نرتدي أي شيء هذا الأمر رح نكتشفه عندما نرى وردة مثلا أو يتمشى في غافة أو في حديقة عامة نحن لا نعرف أثناء ذلك أي شيء إلا أن نتذكر قدر من نستطاع طبيعتنا المفهودة اللي يعني بأنه هنا سورنا العالم في أسجة وجعلنا الطبيعة اللي هنا لا نستغني عنها يعني ما ينستمون ولو ثواني عن هواء هذه الطبيعة أصبح عالمنا الخاص هو العالم إنما العالم الحقيقي هو أن نعيش ضمن الطبيعة وليس نضع فاصل بيننا وبين هذه الطبيعة أصبحنا نفقد طبيعتنا الأصلية أو طبيعتنا الطبيعية كما يقال يجب أن نذكر هنا أن الأمر اللي راح تحدث عنه ما يتعلق لا بالحكام ولا بالكهنة إنما يتعلق بهذه الغشاوة اللي أما زلنا نرى بها العالم ويجب أن نرفع هذه الغشاوة بالتالي ما نراه هو مستعار ولا يأوج لنا لأننا دمرنا أنفسنا بقيم يعني كي يبدو سريع أو غير معلنة أو لا نشعر بها هذا القيم هي قيم فاصلة سوك في دائما في صالح الاقتداء والإدعان والامتصال والتجنب إلى آخره نحن بالتالي ما ندرك العالم مثل ما تدرك الزهور والأبطال حتى في قطط النائمة تشعر بالعالم بطريقة أجمل بكثير من ويجي دي النوم أو اليخضى مثلهم يعني مثل الطفل الصغير من ويجي مرتاح باله ومسترخي بطريقة وزهلة فقدنا هذه الاستجابة الطبيعية ويفترض بنا النغار بشدة منهم ونحاول نتشبه بهم ونختدي بهم وليس أن نختدي بمن يجعلنا أشداء وقاسي القلوب الغيرة هنا مفهلة جدا أعتقد أن تعلمنا كيف نعود إلى طبيعتنا ونرى العالم دون غشاوة مزيفة الزواج وحدة من هذه الأشياء الخطيرة التي أحبت حدث عنها الزواج كمؤسسة إنسانية هو أكبر خطأ يرتكب الإنسان يعني لو أحنا في تعرضنا بأن الزواج غير موجود ما سيحدث رآن متأكد أغلب عمال المهاكم والمعابد تتوقف فورا سننخلص من ما لا يحصى من الأفلام والمسلسلات والروايات السخيفة والقصص المآسي بين الرجال والنساء والعوائل والخنافات معظم مشاكلنا خاصة كلمجتمعات الشرقية 90% مشاكلنا تختفي مشاكل هذه العوائل والأبناء والمراهقين والمراهقات وقضايا الثأر والشراف والكاف وهذه الأمور كلها والحجاب والصحيح والخطأ والحلال والحرام هذه كلها تنتهي إذا ترونها المجتمعات الغربية المتقدمة هذه المشاكل مع المجتمعاتنا يعني أعلاق أبالغ الآخر 90% منها لا موجودة لا موجودة ليس فقط في الحياة اليومية أو في المحاكم لا حتى لا موجودة في الأعمال الفنية عندما ترون أفلامهم، ترون السلسلاتهم الغربية لا يوجد هذه المشاكل التي ينشأ كل شخص يحرف نفسه وتصرف كما ينشأ ويضع احترام مع احترام الآخرين ربما سيقول لأحد ما هذا الحديث يا رجل أنت تحدث عن الزواج وأكبر خطأ يرتكب الإنسان تقول بإسرائي الأبارة أنت تريد تنشر الفوضة الجنسية وتريد تسوي مشاعية جنسية بين الناس هذا طبعا الكلام خطأ ودعائي نشر الكهنة والقضاءات والسياسيين والحكومات لأن مصالحهم كلها مرتبطة جواريا بمؤسسة الزواج بل أن هذه المؤسسات كلها توجد لو لا فكرة الزواج يعني لا توجد علاقة بالتالي بين المشاعية الجنسية والزواج الزواج شيء آخر ما لا علاقة الزواج هو مو قضية جنسية يعني هو أكون فهم مخطوط هم قالوا الزواج ليه يحلل المشكلة الجنسية لا ما في أصلا مشكلة جنسية المشكلة الجنسية أصلا هي لفسها مختلقة وغير طبيعية بالتالي الزواج مو حد مشكلة جنسية لأنه كما أقول أصلا هي مادة مشكلة جنسية الكائنات جميعا تمارس الجنس بشكل غريزي وحتى تربي صبارها وأولادها بالغريزية أشهد ويشوف الأب والأب وثنين وحارسين على أولادهم مشكل غريزي ما يحتاج له أساس ولا يحتاج أي شيء بالتالي أنا أشوف أن الصداقة بين رجل ومرأة هي أعظم هبة في الوجود يعني أنا أعتقد أن الصداقة هي أكبر من الحب أو أهب الحب اللي عادة ما ينشر رجال الدين ورجال المجتمع أو الواصل المتنفذين دائما نشوف الله يتغاضون على قضايا الحب رأوا أنه يعني يستغروا براتقها كذلك ما يدير بال ليش؟ لأن الحب يخذع النفط في خليهم يزوجون لكن أعتهم الحدود يجي الحب أو ما يسير قبل الزواج إلا ما بعد الزواج فهذه المسألة دائما يحاولون يراقبوها حتى يستمر تكاثر البشرية لأنه ما راح نجح أي شيء اذا زواج ماعد إلى تكاثر البشر إذا راح حظ الحل الآلاقة بين الصداقة والأكوم راح نكتشف إن الزواجين القدماء زواجهم ما راح يستمر عن الزواج إلا نشأ الصداقة بين الزوجين لما المعلم على أن الزواج أصبح كمؤسسة ممه هو المهم أصبحت الصداقة بين الطرفين هي المهم يعني بالضبط كما الصداقة مع الشركة الشركة في العمل هو نفس الشركة في الخياس شركك أو جارك فهي تجبعك بانك من بينهم الصداقة وأيضاً تجبعك الصداقة ببيع زوجتك والذي اسمها الرسمي زوجتك لكنها بالحقيقة هي صديقة لأنك تستمر بها وعايش بها ومدر استغراني لأنك تعودت عليها وها تعودت عليك وتنشأت في سواء تتعاونون سواء على كل التفاصيل فمن هنا نكتشف أن الزواج هو أكبر خطائر فكبة الإنسان وعنا عادة نغشنا في السنة عندما نقول أن هذا الزواج لاجح الحقيقة ما ينجح بين الاثنين إلا إذا تخلوا عن صفة هذه الزواج الشرعية بينهم أي يعني ينزعون هذا زي الزواج القبيح عن روحهم ويرتدون زي الصداقة اللي لا يعرف أن المحبة الحقيقية والولد المتبادئ حتى لو نلاحظ حتى لو أصدت مشكلة بينهم لاحظاً بسبب بقايا القيم مؤسسات الزواج في نفسهم مثلاً رجل عاشر أمرأة أخرى وإذا اكتشفت الزوجة المرضورة الأمر طبعاً راح تحترك الدنيا بينهم وهذا وهم لأن المشكلة معاشرة الرجل أمرأة أخرى يعني وين المشكلة يعني 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 بلعك ساني شوف أمر مفيد يعني خلي تروع عندك صديقة أو كذا خليترو مع رجل آخر أو تلع مع أواننا مع أمرأة أخرى ما هي علاقة بالزواج؟ حياتنا مشتركة لأن راح نشوف بعضنا مستوى آخر ما راح نشوف لأن هذا الموضوع الجنسي هو المستوى الأساسي الوحيد الذي يربطني بهذه المرأة لا المستوى الذي يربطني بهذه المرأة هو حياة مشتركة أفكار مشتركة يوميات مشتركة تعاون تبادل المنافع تبادل أفكار تبادل مهمات تبادل يعني يعني وعد يكلم الثالي بأشياء يعتمد على آخر اعتماد متبادل تعاون مستمر هذا ليس الجنس الجنس هو الجزء الصغير من الأجزاء التي يجب أن تكون موجودة بين الرجل وأوراه وهذا الشيء الطبيعي أما يعني أن يكون التغيير ممنوع تثير على أي مستوى ممنوع فهذا ما رح يتحور المستوى إلى قالب متكلس وعدي من المانا ربما رح يقول البعض لا أنت رح تتروج مفهوم الصيانة يا ديوت وما إلى ذلك أقول لا أنتظر مفردات الصيانة والديوت والديوت ومثالها لا يحق أنك تطبيقها على أحد غيرك هذه المستوى وضعت في رأسك وصدقت بها فلا تخصوا هل عندك صديقة مثلاً أو حبيبة ما الذي سمح بهذا الشيء فهو حرية اختيار المرأة وهذه الحرية لا يمكن لأي دين أو مؤتقد أو قانون سنف هذه الحرية من عندي هذه كلها أصلاً جميعاً وضعت حتى للتحكم بحريتي إلى أبعد حد بوكي وهذا بالمناسبة هو سبب يعني حتى بالغة تقول 99% من حروب ومشاكلنا عبر التاريخ الصداقة بأشكالها كافة لا تنشأ بين أثنين إلا بشرط الحرية الجنس والحب ومشاكل لا علاقة لهم مباشرة مباشرة بالصداقة إنما العلاقة لا تنجح لها بشرط صداقة ومودة وتفهم الصداقة هنا تصير وسيلة وليس غايف أي تصير وسيلة مفهومية بهدف تحسين شروط الحياة وتبادل المنافق والأفكار والأشياء بين أثنين أو جارين أو حتى بين الشعبين أو دينين أما الجنس والحب فهما غاية نحن نبحث عنها وهذه الغاية تلقضي عندما تحقق سواء بعد قليل أو حتى بعد ألف عام من هنا القضية وأنا أرجو أن الواحد يفهم وجهة نظري المستقبلية ليس عن الواقع لا يوجد الواقع لا يوجد الواقع مجرد نفكر بالقضية تحويل الجمس بالتالي إلى وسيلة ما صار إلا بسبب نظام الزواج وليس العكس يعني ما صار الزواج حتى ينفذ الجنس لا هو الجنس أصبح وسيلة لتبرير للعام الزواج محاجة الناس بالتالي لشراء الجنس تحويله ما هو الدائل إذا ما كان هناك مضومة للزواج يعني أصلا أنه انتشار الدعارة وانتشار الفساد الأخلاقي هو بسبب الزواج يعني ليس بسبب أنه أنه يمشي غرط لا وليس هو مغرط أصلا يعني يمارس الجنس مع شخص أمرأة أنت أجمع مثلا فأنت ما رح تجي تقول عليه هذا فساد لأنه أصلا لا يوجد الفساد ولا الدعارة بسبب وجود مؤسسة الدواج لأنه هذا الزواج يكتم على النفوس الزواج بالتالي هو المتهم هو أصل البلاء هو أكبر مصنع لإثارة المشاكل وتدمير لذة الحياة البسيطة الجميلة اللطيفة وهذه المشاكل المصيبة هنا مشاكل تتوالد وتنشطر بعضها يتعامل مع الزواج مثلا مع الزواج يعني تحول الزواج إلى مؤسسة أو موظومة تجارية ودينية وتكاثرية حتى كمية فنحن نلازلين يعني التاريخ يكمل ونحن نسمع من آلاف السنين مشاكل تعدد الزواجات وهذا النقاش اللي ما يقضح حولها فضل عن الزيجات السرية عنواع الزيجات إما هو الزواج جائز والزواج غير جائز وأن هذا الزواج شرعي أو غير شرعي وهذا طبعا ما تفتح الصفحات التواصل ستجد حديث لا أول إلى ولا آخر عن هذه القضايا إلا بسبب اختراء فكرة الزواج وهي كل البشاكريات يعني حتى تعطلت الزواج خلق حاجز بين البشرة بين أنا وصديقي مثلا الذي أدى زوجة والدولات وأدى أبناء وبنات يخشى من عندي أنا أتحدث مع زوجته أو حبيبته أو بنته يأقلك لهذا خطر ومين أخلط هذه المشكلة؟ هذه المشكلة ثلاثانية نظام الزواج نظام الاجتماعي الصارم الذي يعني يعني أنهك الحياة وحولها إلى عملية صراء مستمرة أو القضايا هي طبيعية جدا وهي أنه كل إنسان يحطي أبيت بذنواء يأكل ويشرب يوارد الجسم هذه الفضية كلها مراهة القلب الدنيا إذا أبارة الجسم ما أمرأة يحبها أو تحبها أو حتى المراهة هذا مراهة الجسم بالعكس تضطي خبرة ويطلع على جسد المرأة ويكتشف هذا العالم الجميل ومع الوقت سيتدرب ويضطن فنون الحياة وفنون الحب وفنون الجمال وفنون والذوق يعني يصير أدرهافة بالذوق وأدر أعناقة بالسلوك والتصرف والتعامل مع النساء حتى هو يبدأ يحترم الآخر ما كان يعني أي سواء كان مرأة أو طفل أو يفهم العالم يصير جزء من العالم ما يصير بينه وبين العالم حاجز بيني وبين بنت بنت المنطقة أو البنت التي تعملها في الشركة أو بين السوق أو البنت التي تعملها في الجامعة أو بالمتوسطة أو بالأدادية أو بالنساء والحن يعني هذا سلوك مراضي أي إنسان يستطيع أن هذا المشهد يضع المشهد على الصفحة ويبدأ أن المشهد مطبيع هذا المشهد مراضي المقدسات وضعت حتى تبرر هذا السلوك المراضي يعني عكسل والمقدسات لا قصة الإسلامية لا قصة المقدسات فإن المجتمعات دائما تضبط العلافة الإجتماعية وعاملات الأجنسية بين الأفراد لأنها كانت أساسية الآن ولم يعدت على القضية أساسية الآن السؤال ماذا عن الحب؟ الحب أنا أرى مشاعر دائماً نحتفظ به كما قلت ونشجع على هذه جميعاً حتى الأهل والأكثر من لا يستشدرون أن يشجعوها ونحن نسمع غالي الحب والمحبين ولوعة الأشاق يعني اكتب أي كلمة عن الحب ستجد عشرات اللايكات بدون النصاب هذه أن المجتمع بالتالي شجع على الحب وهذا أخر يجب أن يثير شكوكنا ليه جميع المجتمعات تستنكر الجنس وتعتبرها والمعيب وسري بينما تشجع على الحب السبب واضح وهو أن الحب يشجع على الزواج أي المسالات والمظلمات هذه الألاقات السلطوية اللي يستشدر عليها منه هم ساعدة القوم وأهل الحل والعقد أو أولياء الأمور كما يستسمى عندنا ونحن أكون حينة ثانية دائماً نتصور للجميع بأن المرأة هي عاطفية وأن الرجل مو عاطفي الحقيقة أعكس هذا التماب إذا النساء أكثر عقلانية من الرجال بكثير يعني منه أكثر جنون وعاطفية من شبابنا وأدواني العقل هشايتين تلقى صار جورة بالنار ممكن تشبه نفساءات عن مدى عاطفية الرجال ومدى عقلانية النساء وصبرهم واستاداتهم المطاولة والتأمل بروية المرأة بالأكس متحفظة بطبعها حتى بالمستمعات المفتحة والمتحررة يعني جداً هي متحفظة ودائماً على مشاعرها بدرجة أكبر من الرجل بكثير اللي يندفع بجنوب الألاقات العاطفية أكثر بكثير من الرجال وليس النساء اللي يشك عنها يعني يقول خلي راي طلع على الإحصاءات يعني شبتها ما احتفظت بها واعتمينة أسطورة الحب الثاني هي كده اكتشاف المحبين الحقيقة بعد الزواج وهي أنهم خدعوا خدعة لا نظير لها ولا نسي المشكلة لأننا مع الحب نطبق الآلية العقلية المؤتادة نفسها والتي نستعملها مع مرفومات الدين والزواج فماذا نفعل؟ نجرب اللي مش هو طريق الحب والبرق ذمة الحب نفسه من الجريمة يعني نقول الخطأ فيهم وليس في الحب يعني هم أخطأوا فهم مشاعرهم وما بدلوا جهد أكبر للتفاعل فيما بينهم هنالك يسوون البشر يطلعون من سلطة مزيفة إلى سلطة مزيفة أخرى وكأنهم في دوام يعني مثل وعليقك هذا ليس الدين الصحيح هذا وكأنه هناك شيء دين صحيح موجود يعني بقالة تروح تأخذ تجي وتحط المسطرة وتشوف هذا صحيح أو صحيح ماكوش شيء الدين هو تديم يعني مثل أنه الحب والمهبين يعني حب ومفهوم كلمة يعني يعني ما يمكن أن تقول أنه مثلا فاكه الفاكه ما تقول يعني فاكهة تطيني فاكهة تروح لأبرج البقال فلطيني فاكهة يقول لك شي سريد فلطيني تفاعة يقول لا ما رأي تفاعة هل تريد فاكهة قال لي ما رأي تفاكهة هذا اسم عام على قضية لها تجلياتها مثل الأنب والتفاح والبرتق وهكذا الدين هو مفهوم يطلع مننا مذاهب يطلع مننا أفكار يطلع مننا تعليمات يطلع مننا أعراف وهكذا يطلع مننا مصوص مقدمة وهكذا فلا ما نقول أنه الخطأ فيهم وليس في الحب يعني هذا اللي نقول ولو ندعي نحاول نقلب الحقيقة ونغافل أصل المشكلة النتيجة مجتمع روعة مطلقات معنا هذا هنا مدرجة الاجتماعية لدينا وأطفال لا يتحدث يعني الناس تقضي عمرها يتقلقون ذهاباً وصعوداً ويدعرضون ذهاباً وسببين ثلاث دوار دائرة السلطة والدي إلى دائرة الزواج إلى دائرة الحب وإلى يوم الدين يعني هذا أي مصير أسود وسيء الناس تعيش وما زالت تعيش ويجب وضع حق إله يعني أنا ما أقول أن هذا كلام يتطبق الآن لا ولا أقبل أن يتطبق الآن على الرسول على أهل ونا لكن أنا أقول أنه يجب التفكير بعمق لهذا الموضوع من شروط هذه يعني النتيجة قلت كما قلت أن هذه المستوى أغنبهم مطلقات ومطلقين وناس في حالة ارتباع الاجتماعي يعني ثغرات الاجتماعية لا أول ولا آخر وهذه تولد طبعاً أشياء أخرى لم يكن داعي واحد يشرحها الخلاصة الحق خدعة ضرورية يلارس جميع أفراد المستوى وفاة تهوة بالنهاية تجيئ على تجيئ النساء والرجال البنات والبنين على إنجاب الأطفال ومن شروط هذه الخدعة أنه يمنع ازل الاتصال الجنسي قبل الزواج وهنا يحدث السلاف في الآراء بعض المجتمعات يتزوج أفراد حق وطبعاً هذا المفارقة صار أصبح أمر مستهجن يعني لا تقليل قبل الزواج تبدو لحب شروط التفريدي بينما مجتمعات أخرى تفتح أو تمنع فترة شرعية للخطوبة ويتعرف بها التزوج على زوجته المقبلة أنا ما أعتقد أن أي إنسان منصف ينفي أثار الزواج السلمي الخطيئ والتي هي بعدت تقارن بحسناتها المزعومة والتي هي ما تلتسب إلى بالضرورة هذه الحسنات لا تعود إلى المنظومة الزواج نفسها السؤال قلت تعود إلى المنظومة الصداقة التي تدخل لتعالج الموضوع والتي نجعلنا عنها من البداية السؤال الآن إن كان هذا النظام بعض السؤال لماذا لا نتخلص لنا؟ جوابي أعتقد أن لا نمتلك حتى الآن حق العمل بنظام آخر والله إنها حرية اختيار النظام الذي كل فرد يرى وناسب ومريح إليه نحن بالنتيجة مجتمعات تتنوع أشكال ممارسة السلطة داخلها يعني هذه الأشكال السلطة ممتنوعة جدا كانت تبدأ مباشرة يعني من السلطة مباشرة المؤلدة وما تنتهي بسلطة رجل الدين وسلطة المعلم على أطفالنا وسلطة الأب والأم والأخ والعشيرة والثميرة سيكون هذه السلطات غامضة أيضاً هذه السلطات غامضة تمنعنا من الباحث عن بداء الماجحة وهذه نتاج طبعاً تاريخ بشري معزوم وعنيف بل تاريخ وحشي جداً كانت في أغلبية البشر عبارة عن قطعان تسطو بعضها على بعض الأخرى بحثة عن المكان العامل والغذاء الوفير يعني مجتمعات مكان تستطيع أن تعيش ب ما تكتفى ذاته فلابد أن تسطو وتنزو الآخرين وهذا كله أنتج بالضوءة الزواج والضوءة السلطة والضوءة العديان وشكلتها بالتالي عصرنا الحالي أننا ما زلنا نعاني من صندة القوى نفسها اللي ابتكرت هاي المنظومات الاجتماعية الثريمة انتصابة فمثلما ورقم عاداتنا وأدياننا ورقم معها وياها قادتنا وأحفاد ممثلية ومن افتكرها قديما أو الطبقة التي أنتجبهم يعني نلاعظ الآن معظم المتحكمين هم أولاد 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 هذه الطبقات المتحكمة والتي تعتبر نفسها من ذوات أو زوية الدم الأزرع مشكلة أنا أعرف وحيحتجوا كثيراً عن هذا الكلام مشكلة هؤلاء أقول أنه من يحتاج أنه يثبت يثبت أبوديته وخضوه لهذه السلطات باستخدامها ويستخدم منطقها نفسها تبرير ممارساتها يعني ما سيكون لديها خطاب خاص به سيتحدث بخطابها التي تلقى عليها منذ الولادة فعندما قالي سأسمع خطاباً أنه يحتج بالتأكيد سأرى وهذا خطاب المؤسسات نفسها التي لقناتنا جميعاً عليها وحلتنا نتحدث بهذه الطريقة منها عبر الديوت وأنت كذا وعمك أختك خالتك فسيتحدث بهذه اللغة التي أصبحت سمجة ما لا علاقة ب بعطلية الإنسان المعاصر الذي يحترق لها ودائماً يحاول يفكر ويجد خلول المشاكل ومعازقة بعيداً عن الأشياء الموروثة والجاهزة التي ما عاد بالإنكار تقبلها بدون تفكر وتفكير وتمحيص وتحليل وتفكير شديد طبعاً الزواج بالتالي هو مضوعة لنشر الكراهية وليس لنشر الحب ولا يؤسس للحب الزواج لا يؤسس للحب يؤسس للعبودية ولا يؤسس للحرية يؤسس للطاعة ولا يؤسس للحوار يؤسس للسحة الشخصية الإنسانية وفرص الأبداع الفردي بدلاً من أن ينهض بها بدلاً من أن يجعلها تتفتح في بيئة يعني رحبة ووائش عاسعة وبيع كل اهتمالات وهذه البيئة للجميع يتواجزون بها ويفعلون ما يرغبون في النور وليس في الظلام وليس تحت هاجس الخوف والشبه الخوف لاحظوا مثلاً كيف يتحدث أولياء الأمور عن الزواج هم ما ينتقدون المعظومة التي يخطوها بأنفسهم بل ينتقدون من يسمونهم الأزواج يعني حتى أن الجميع مثلاً يتحدثون عن الزواج فاشل ومشاكل زوجية ويتحدثون عن انتشار ضعارة الطراء ومشاكل ورثة وحقوق الزوجية والمهر والصداق والأيتام وزوجة أب وأم وخيانة الزوجية والزنة وعهر وفساد أخلاقي وفاحشة جنسية وزوجة ثانية أو عشيقة وزواج مصبار هاي كلها كلمات قاموس هائل كلها الجزء لا يتجسئ من حديثنا اليومي الحقيقة هي كلها أبارات كلها قاطبة الأبارات تهرب من مواجهة الحقيقة تحاول أن تجمل الواقع وتقل لنا ضمن ودون أن نشعر أبارات أولا أن مرضومة الزواج أبار حتمي والجزء لا يتجزع من طبيعات البشرية ثانيا أن المشكلة لا تعلق بالمرضومة بل بالإساءة لها فهي نفس جماعة التنمية البشرية نفس المرضومة الدين دائما الرجل دائما يقول في التماطع بخطو الدين فتكون المشكلة بكم كأفراد يعني لا يحمل نفس المسؤولية يحمل المؤسسة يحمل مسؤولية للأفراد لأنهم لم يتبعوا وهكذا جماعة التنمية البشرية لماذا الحكومات شجعة عن التنمية البشرية؟ لأن هذا يجب أن تعدى قدرات خارطة يجب أن تكتبع على أشخاص ويجب أن تقاوم وتكافح وبطريقة خفية لا تشعر بها أنهم ماذا يقولون؟ يعني المغمول يعني المنسق وين يتوجه؟ يتوجه لأنهم لعلا ليس بالحكومات ولا بالسلطات السياسية لأن بيك أنت أنت الدقوة خارطة أنت مذنب فهكذا ليس الفكرة فكرة الزواج ومؤسسة للحب هي نفس الفكرة المشكلة بيك أنت تحب مرتك بصحيح أنت تحب تملكه ويسألك قصص وكذلك الزواج لأنك لا أديت حق الزواج يعني دائما أكون رؤى من انحياز التوقيدي الجاهز الذي دائما لا يتخاطب الذهن والشخص نفسه إنما يخاطب أو يحاول يحافظ على الخطيء كما هو هذا السلوك بالمناسبة نتبع كل تفاصيل حياتنا وهذا مول يعمل بالفرحة من آلاف السنوات ودائما نقول المشكلة بالدين أن المشكلة ليس بالدينة ومشكلة بتجار الدين ولا بالعقيدة ونحن أسهل استعمالنا الغاية كما أشرت هو تهرب من مواجنة صغير المشكلة وتركها على حالها لكي نطلق تبيرات ونظن بالتالي أننا حللنا المشكلة ونروح الناب وتاني يوم تحترق الدينة تحترق الدينة الفضيحة أين؟ إننا جميعا نعرف إنما نقول بجرد تبرير ما يهدف لأي إصلاح كيف حالهم؟ فبن يقول مثلا أن المشكلة بالتزوجين أو المتدينين وليس في مؤسسة للزواج أو الدين لا يقولون تعالوا نعارج المشكلة ونحسن الأمر يتركوها معلقة هكا نادو العلال بس يطلق تبير يسكت لماذا؟ سمعتوا اليوم الأيام أن هذه المؤسسات سمعت مؤتلة بياناتها وحسبت جميع المشاكل؟ لا ما زال يكون يصرح فهذا ليس الدين الصحي هذا ليس الزواج الصحي هذا الموضوع غلط مو غلط إنه الناشو من الغلط والله لا أحد يقرر أين هذا الشيء الصحي سواء الدين أو زواج أو أي موضوع مقارن وينه؟ وأقول المؤلم أكتنا لماك واحد طالب تعالوا وطلعوا أن هذا الدين الصحي أو الزواج الصحي أو الموضوع مصايحة تعالوا لاختبارها دائما نفكر من الأعلى يعني أدنا التفكير فوقي وأنا نحاول أن نجي نطبق الفكرة على الواقع وليس أن ننطلق من الوافع ونحاول أن نشترع أو نؤسس لواقعنا كما هو وضمن غروفة وضمن مشاكلة معالجة المشكلة أول بأول لا نقول هذه المشكلة سببها نحن ليس المغضومة أو الفكرة التي فوقتها وعادة كلها سببها نحن مرتبعين على هذا النظام عن طريق الدين وعن طريق المسلمة وعن طريق السلطات السياسية وهذا هو الذي نكتشف يعني الزواج مرتبط بالدين مرتبط بالأقارب على وهم ولا بالمعارب بالدرجة الأولى لا مرتبط بالدين وإذا لم يصبح وجود رجل الدين بين العائلة تتصاهر مع العائلة ما يدخل الموضوع؟ يعني هاي الكلمة أو الوثيقة اللي رعي وقعها اللي يجي بين عائل تنجل القادون على قنفة أو كنبة ويجي يوطع ورقة هو شناء نختبره ممكن يسوي لها بدون الأشي هو الله شغود ثانيا مشغود بعد شن مشكلة وحط هاي الورقة يكتب هاي الورقة حتى ما قابل ما كان علىك ورقة بس بدلت كلمة هو وفجأة تشعر أن الحاجز بين هتنين جنسيان اللغة هاي الكلمة قالت غير يطلع الاتصال بين شخصين حرغين وأتهم يعني يعني شخصية واضحة يعني شغل السلطة الواقعة هاي الكلمة اللي تخرج من شباه رجل يعطي من معبل مار خصيصاً لكي يبيع الاتصال بين الجسدين السلطة مفهوم هو فرض سلطة المجتمع وهو نوع من التبادل المصالف بين عائلة جديدة تعلن بأنها ملتزمة ومطيعة وبين المجتمع يقدم الحماية والدعم الاجتماعي الزواد هنا يصبح اختراء بشري خالص يعني لا يمكن نكتشف المجتمع بدوله ولا يمكن لأي مواسسة المجتمع أن تدخل عنه إلا في بعض الدول في العقول الأخيرة لماذا؟ لا يمكن الاعتراء أقوى حسنات بها لكن لا يمكن الكافي لأنه يحل مشكلة تربية الأطفان ويحل مشاكل كالثة قديما التعاون من الحصول عن غذاء يوزع العمل بين الرجل والمرأة وبالتالي العائلة من هذه الزواج تصبح خلية أو جزء أساسي من المجتمع ككل وتصبح وسيلة نشر وترسيخ فيهم وتقافة الجماعة البشرية وتوارثها لكن فكرة هذه المؤسسة البداية من الزواج غير بريئة يجب أن نقول هذا والهدف منها يتعلق من مدى ثقة الأب بأن نسلة ينحضر منها وهذا المسأل يربطها إلى ماء مبدأ الصراع الدارويني الذي يبحث فيه الذكر والرساء عن نسل قوي وقادر على البقاء هذه أخذتها من كتاب اسمه صفحة اسمية 80 كسر 87 80 وظائف جوائد الزواج بالتالي يجب أن نحصرها بأربع وظائف أولاً إنجاب الأطفال ورعايتهم وهذا طبعاً المواسب لتولى عمرها الجميع ليس الأب والأم فقط مثل ما وضل إحنا بل أن الله يمر الله على اكتباع رشادات وتعليمات سلطات المستبع رعا وأنفهم يعني هم مشرفين على تربية الأولاد وفقلنا قيم المجتمع الوظيفة الثانية منه الشرائية اللازمة لأولاد الأطفال حتى يدرجون بالمجتمع ويمرسون حياتهم لكن هذا ما يتم إذا لم يكن أباء مطيعين يعلمنا شيء عن المنظقة المجتمع المحيط به وهذا يفسر لماذا تقتل أو تنكر بعض المجتمعات الأطفال اللغطاء أو اللغطاء السبب أن هذا الطفل يشاهدون أن يعرف المجتمع الذي هو فيه هناك قضية وهذا مرفوض قطعا من قبل يعني الأولياء الأمور أو ذكور الجماعة الكبار أما الأمهات المطلقات أو أثناء أولاد مشبوك في شرائيتهم فأذني اجتباعيا يعني شرائيتهم فأذني عامل دائما وغالبا من أسوأ أحوال التهميش والنبل والتحقيق الوظيفة الثالثة للزواجية ضبط النشاط الجنسي يعني كانت المجتمعات الغربية أكثر المتواقعة طبعا من أكثر المجتمعات تشدف في هذا العمر حتى القرور الأخيرة أو حتى القرن وبدأ المطلع القرن الماضي الفائدة الرابعة والوظيفة الرابعة الزواج أكبر منه بنسبة كبيرة منه هو هدفه دمج المصالح ليس دمج القلوب نحن نفهم ليس جمع بين قلبين لا جمع بين مصلحتين وهذا تقف خلف دعافة اقتصادية ليس جنسية كما نظل وهو يستخدم بالتاريخ الجسد الإنساني كبضاء تباع وتشترك وهذا يفسر سبب وجود المهر أو الصداء الذي يجب أن يدفعه مقابل استغماء الخدبات أحد أفراد العائلة مثلا العلماني يقول بالزواج لا يتزوج الرجل إلا رأي بل أن الحقل يتزوج الحقل والماشية تتزوج الماشية والكربة تتزوج الكربة أي أن العنبة تتزوج العنبة بالتوراة أيضا تزوج عقوب براحيل مقابل ماذا مقابل أن يعمل والده من فترة من الزواج بعض المستمعات الرجل لا يدفع مال حتى تعويض خسارة جديد المرأة بالعكس المرأة هي التي تدفع لماذا؟ لأن الرجل ستتحمل مصاريف سربية الأولاد تكاليف الزواج وهي ستكون بعضا في بعض المناطق ما يقال أيضا قبل أن نختم أقول أن ما يقال على الهلاج في المستمعات الغربية وهو طبعا إدعاء يروط لأشراك المجتمعات الخليمة مثل مجتمعاتنا دائما يتعملون المجتمعات بالحلال الحقيقة هو شكل العلاقة الثلاث بين عجل المرأة لا يوجد شروط لقاء الجنسي بينهم نفسها الجنس بين الطرفين ما هو حجر الزاوي أو أساس العلاقة الجندرية بينهم إنما التقارب النفسي والاجتماعي والتخصص والمهنة والتحصيل والاقتصادي ولو كان من صحيح أن العائلة الغربية من حل فهذه السطورة لا يوجد تصور الناس كأن هذه السطورة التي موجودة في المجتمعات الشرقية تصور الناس كأن الأفضل في الغرب يعيشون في مجتمعات أو في أقفاص وكأن تخصصك هذا الشيء غير موجود وغير صحيح أعود إلى مطلب حديث وأقول أن الزاويات هو أكبر شطائر تكلم الإنسان وأتمنى وعلى الآن يعني بالضرورة أن أنني أدعو إلى الحلاء الممائلة ذلك إنما أدعو إلى التفكير بلياً بالأمر أكيد أن أنا أمني شطط في بعض الأفكار لكن لا بأس أن نطنع أفكار وأقولوا لي خطأ أبدلها وهكذا علينا أن نفكر جلياً لأن النتيجة يباهي النتيجة نتيجة أننا خمصة من العشرات المشاكل اللي هي الجزء خطير من حياتنا كلنا يعني يعني معاني من هذه الفضيئة الخطيرة على كل حال أشكركم وأشكر أستاذكم وأعشف للإطالة ومع السلامة